وفي الانتقال إلى عالم آخر لم يألف العراقيون في تاريخهم يتفنن تجار المخدرات بابتكاري وأسائل تهريبها أو نشرها بين فئات الشعب المختلفة وهو ما يكشف عنه جهاز الأمن الوطني بضبط مليون واربعمائة ألف حبة مخدرة مخبأة داخل رولات للقماش ونقلا عن بيان للجهاز أوضح فيه أن عملية استخبارية نوعية وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني في بغداد تمكنت قوة من مديرية أمن النجف من ضبط الحبوب وخبأ بطريقة سرية داخل أرمائة وأربعين رولات قماش كانت معدة للتهريب عن طريق أحدى شركات شحن البضائع وأشار البيان إلى القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود وبحوزته وصولات باسم شركة نقل البضائع وقد جرى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة استكمال الإجراءات وفقا للدستورة